موسيقى حدين نستفسر من حضرتك عن المولوية والروحانيطة والارتباطة في هذا الشهر فنبدأ معك بأنه تعرفنا عن حضرتك اسم محمد يحي حمامي شيخ الطريقة المولوية في مدينة حلب أهلا وسهلا الله يسميك حبين نعرف من أين نشأت المولوية وما هو المقصود بكلمة المولوية ومعناها المولوية أتت من مولانا طبعا هو مؤسس الطريقة المولوية مولانا جلال الدين الرومي مولانا جلال الدين الرومي ولد في مدينة بلخ 30 أيلول 1207 ميلادي ست ربيع الأول 604 هجري في مدينة بلخ وتتلمز على يد والده سلطان ولد تعلم من والده العلم طبعا هو والده كان عالما وجده كان عالما ولقبه جده بجلال الدين مثل ما حضرتك تفضلت المولوية وارتباطه بمولانا جلال الدين الرومي وبدأت في كونيا وصولها إلى حلب أين كانت تقام في حلب وارتباطه بالتكية المولوية جماعة الملخانة طبعا المولي كانت تقام بالتكية المولوية في الملخانة أو كانوا يقومون الأثكار والأوراد والفتلة المولوية طبعا في التكية طبعا كان المريدين يعني الذرويش المولي كانوا يبيتون ويانمون في الملخانة طبعا ولهم أورادهم ولهم كان تقوسهم الفتلة والأثكار وكان يقام في الأسبوع يومين الأثنين والخميس كان يقام ليلتان في التكية الملخانة فوقفت التكية الموليمة عام 1952 وبعد ذلك انتقلت من التكية الملخانة إلى الزوايا وظلت مسابرة إلى حتى يومنا هذا بس المهم أن الموليمة ظلت مسابرة في التكية والزوايا بواليك في التاكيت الملاخنة أنه وقفت من عام 1952 تحدثنا حضرتك عن المولوية كيف تبدأ ما هي الحركات وما هي دلالاتها واللباس ودلالات المولوية تألف من التنورة الأيبيضاء وترمز إلى الكفن الدرويش اللباس الأبيض يرمز الكفن هذا كفن الدرويش ويرمز إلى النهار والجبة ترمز إلى الليل فعندما يخلع الدرويش الجبة يخلع عنه هذه الحياة ويرتفع بروحه إلى السماء عندما يبدأ بالفتلة الكلاء يقال له لوحة القبر الشاهدة يعني شهادة القبر لوحة القبر واليد ارفع ذلك اليمين عندما يرفع الدرويش يده إلى اليد اليمنى إلى السماء يطلب الدعاء والبركة من السماء وعندما يمد يده اليسرى إلى الأرض يأخذ من البركات والدعاء من السماء ويطلحها إلى الخلق في الأرض أما فيه كمان حركات دفتون يعني أنا هذول دفتون يرفع يديه إلى السماء يطلب الدعاء والحركة الثالثة عندما يحط الدرويش يده على كتفه اليمين ويسار فإنه يقول أعلم يا إنسان إن لديك ملكين رقيب وعديب اليمين يكتب الحسنات وعلى اليسار يكتب السيئات وعندما يضعه على السماء يكتب المدد بين الله سبحانه وتعالى يضع يده على القلب أما الحركة أما الحركة هي اسمها باشكاس أي السلام كيف يقول السلام عليكم يعمل الدرويش هذا السلام الدرويش إلى بعضهم البعض يقول هو الله ما هي أبرز الأنشيد والأذكار التي ترافق المولوية وارتباط المولوية والأذكار بعيد المولد النبوي الشريف طبعا هي المولوية طبعا هي يفتل الدرويش يفتلون الدرويش المولوية على الأنشيد الصوفية طبعا طبعا هي أنشيد الصوفية في أنشيد كثيرة طبعا هي الأنشيد الصوفية طبعا كثيرة يعني فكانوا يفتلون أكتر كل الأنشيد الصوفية البكرية يعني يعني مثلا أفضل العالمين يا ربي بالصديقي كان في أنشيد يعني ياباني البكري فيفتن الدرويش و تبدأ الفتلة بالمولوية بالأبطأ فالأسرع 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 إلى النشوة يعني بتقول إلى النشوة الذروة أنما يصعد روحه إلى السماء يحسن الدرويش أنه روحه تصعد إلى السماء فالهي المولوية ارتباطة أنها كانت بالمظهر الرق والخليلية والناي أما بالنسبة للأعياد طبعاً كان هناك عدة أعياد يفتلوا بالأعياد ليلة القدر ليلة النصف من الشعبان بمولد رسول صلى الله عليه وسلم بـ 12 ربيع الأول فكانت في كل ليلة الإسرائي والمعراج فكل مناسبة كانت كان في لهم إذكار وكان لهم حضرات ولهم طقوسهم الطريقة المولدة نحب أن نعرف رأيك بشركة رحاي اللي عبد نهتم بتوطيق التراث بكافة أهميته الدينية الاجتماعية والتاريخية شو رأيك بشركة رحاي اللي يزيكم الخير و الله يبارك فيكم طبعاً شي جميل طبعاً أنتوا عبت نسكوا هالأمور يعني فبارك الله بكم يعني هالأمور يعني أحسن ما عبتندر السير يعني هالأمور عبتتوضحوها و عبتتتوسكوها و عبتتصوروها فجزاكم الله كل خير و الله يبارك فيكم و يحفظكم يا رباً يعطيك ألف عافية شكراً شكراً المعلومات القيمة اطبعاً لحنا كنا بحاشة تملناها و خاصة بهاي اللايات يعطيك ألف عها receives